رجعت لكم ببارت جديد من ديترش والشارلوت ينا بنا نفتكر الأحداث اللي فاتت الأصل طلب من أنها تسحر ديترش بقدرتها الجديدة سيها جربت القدرة دي قبل كده ومنكهتش بالذات أن الشاشة ظهرها لها للنسبة نجاح القدرة دلوقتي 5% بس فكده ما فيش ضومن أن القدرة دي تنجح وكده ديترش مش هيتأثر ولو حصل مشكلة كده كده ديترش مع الخاتم فاخترت شارلوت أنها هتبع لمهمة ورجع الوقت لطبيعته تاني نادت شارلوت على ديترش بصلها ديترش وسألها إيه المشكلة لما مردتش إليق وسألها زكاية مصابة حاست شارلوت بتقنيب ضمير على قلق أعليها وهي بتعمل في كده بس طمنت نفسها أن كده كده السحر مش هينجح بس كالعادة ما فيش حاجة بتمشي زي ما هي مخطط لها ظهرت لشارلوت رسالة مكتوب فيها أن السحر اتفعل واحتملية نجاح السحر تغير 90% مؤقتا اندهجت شارلوت أول ما شافرت الرسالة وندقت على ديترش بسرعة وقالت له أنه هو ما يجيش بس هذا كان متأخر جدا السحر اتفعل ونجح على ديترش وبقى ديترش مسحول بشارلوت وتوقع أمرها وتحت رحمتها وظهرت لها رسالة أنه من دلوقتي حتخلي ديترش يعمل أن نظام حيقوله لها عليه تحكت شارلوت وهي مستسلمة وفكرت ده من نظام حيعمل كده من الأول ادهجة ليه فرصة الاختيار يعني من النهاية ما فيش حاجة تقدر تعملها فكرت شارلوت أنها تتحمل معقاب وتساعد ديترش بس سيطر عليها الأسر وعينها حمرت وبصت لديترش وقات له تعال هنا قرب منها ديترش المصحور وقربت شارلوت من وش وقات له أنا عايزك وقبل يلا بينا نكمل يفتكر ديترش لحظة مقابلته لشارلوت أول مرة لعيتها شاف امرأة شقرة جميلة جدا درجة أنه هو وقف وبصيلها كأنه مفتون وهو مش حاسس بنفسه في اللحظة اللي عينهم اتلاقت فيها توطر وقلبه اللي المطر برده وبقى سخن جدا وعمال ينبط بسرعة لما استغرب هي عرفت اسمه منين تعلقه ده أنه هو عايز يعرف هي عرفته منين هو اللي خلى رجله تنجزب للقصر من جر ما يعرف نرجع داني بقى ديترش المصحور إلا لما تصحر كانت شايف شارلوت بشكل مختلف تماما لبسها خفيف ووراها سرير وبتقلت على الهنى قرب منها ديترش وقبله بعض قايت له شارلوت إنها كانت عارفة زي بيبصلها قرب منها ديترش بس وقفته شارلوت وقايت له إنها عايزة منه معروف شورت له على الدب وقايت له أنت مش حاس بالأسف على الدب ده روح وساعد الدبدوب المسكين ده بس لما سألها ديترش يعمل إيه يعني قايت له إنه هو يروح الدفاية ويروح للنار بدل الدبدوب وفعلا ماشي ديترش المصحور للنار وجاي قرب إيده من النار خرج كلة الشعر وفدر ينط على واحدة من الدبا دي بالزغيرة اللي بتخرج صوت ساعتها فقت ديترش وهو مصدوم وفدر يسمع أصوات لشارلوت وهي بتقول له بحبك بحبك ووقعوا على الأرض ودماغهم كانت حتنفجر من الأصوات وقال لها أنت بتعملي فيها حاجة غريبة مرة تانية بطاري كفاية رجعت شارلوت تانية لوعيها وسيطرت على نفسها وظهرت لها رسالة بتهنيها فيها إنها أكملت كل تعليمات النظام وكان مكافأة لها هيخلق لها معدل استعاب واتفعل السحر على شارلوت وظهرت رسالة إن شارلوت استوعبت جزء من القصر وظهرت لشارلوت بقيت مذكرات اس اللي ما ظهرتش في اللعبة بعدما رمل أب الدب قالت البنته صغيرة بابوها إن أخوها لازم يتحمل مسؤولية إنه أخد دميتها هو كمان لازم يرجع لها الدب مميتها هي اللي تتولها قال لها الأب إنه كفاية كده دلع وترجع قددها صرخت البنت وقالت لبابوها إنه ما تحملش مسؤولية قطل مميتها هو كمان مميتها ماتت لإنه واسبها لوحدها هو ما بيحبش الدب لإنه هو بيكره كل حاجة بتخص مميتها اتعصب الأب وقام ضرب البنت الحادة مغمى عليها ونضى الأب المربية عشان تاخدها بص الدب على البنت وهو بتحرق وبيعيط إنه هو مش ميمانع اللي هو فيه ده بس ده مؤلم جدا لو هي تقلمت هو بيحس بنفس الشعور كان دايما عايز يساعدها من اللحظة اللي تصنع فيها وبص على الخاتم اللي في إيل البنت اللي هو أعطيها عن نفس الخاتم اللي أخده ديترش الغلبان وقال إنه هو عايز يقتل كل اللي أزوها وانتهت الحكاية على هنا وشارلوت لقيت نفسها بتعيط وقلبها حاسس بقرم رهيب بس ما لحقتش إنها ترتاح لإنها لقيت ديترش مجروح والدب بيقوله إنه هو عايز الختم شال ديترش الختم من صبوع وقاله لو هو عايز الختم قوي كده روح وراء ورمى ديترش الختم في الدفاية جلت دوب وراء الختم للدفاية ودخلت دفاية وتحرق وهو بيعيط وظهرت رسالة وتم تنشيل الضغينة للدمية الميتة والوقت تباري اشتعلها وخمس دقائق بصتت شارلوت على العمله ديترش وهي مصدومة مش مصدقة كده كل اللي عملته ضاع إزاي ديترش هينجوا دلوقتي من النار من دير الختم وجلت على طوله مسكت إيد ديترش عشان يلحقه يجرو بس من جرد ما مسكت إيده زقها جامد بعصبية ووقحها وقال لها انها ما تلمسوش تاني وظهرت رسالة ان درجة السواد بقت 18% فهمت شارلوت ان الوضع دلوقتي مش أحسن حاجة خالص وهو مستحيل يسمع لها إلا لو قالت له السبب اللي مخليها عايزة يجي معيها لو قالت له ان الطبق كله حيولع ممكن ساعتها يقتنع ويصدقها بس كده هو حينجوا وهي تتعاقب بسبب انها قانت أصرار اللعبة وهي مش عايزة تمر بالقلم ده تاني بس وقفت شارلوت نفسها وفكرت هي حقيقة محتاجة تنقص تتريش حتى لو دعها على حساب معاناتها هي كمان لو تتريش مات بعد كده بسبب كل الأزمات اللي بيعدي بها دي ساعتها كل الجهود اللي هي بزريته والتضحية دي مروش أي لازمة ده غير انها حتى لو استحوزت على شخصية مش تعيبة زي شارلوت ففي النهاية هي برضو إنسانة ومش عايزة انها تحس بالقلم ورا تتعلق بحده وبعد كده تشوفه بيموت قدامها وأخذت شارلوت كلت الشعر وقالت لنفسها إنها تسيبه وتمشي وكفاية قوي كده قبل ما تتعلق بي أكتر وبصلت لديتريش قبل ما تمشي وفكرت إنه وعد لما يموت هتاخد رماده هتدفنه في زرعة فيها ظهور كويسة فما يلومهاش قد ترخيرها الصراحة أهم حاجة المراعفنه على الزرعة بس قبل ما تمشي شارلوت لقيت ديتريش بيقرب من الدب ومعه جرد المياه وبيطفيه وبعد ما طفت الدب قاعد ديتريش قدامه وخرج له الخاتم وترع ديتريش مرماش جر خاتم مزيف وسأل ديتريش الدب هو ده اللي انت جيت علشان تاخده وعيده الدب وقال له خاتمي رد عليه ديتريش إنه ما كانش يعرف إن الخاتم ده بتاعه ولو كان عارف من الأول ما كانش هياخده ولا كان حتى هيجم عليه وإده ديتريش الخاتم للدب أول ما أخد الدب الخاتم الدب رجع له بريقه تاني وظهرت لشارة رسالة إن ديتريش اكتشف المهمة المخفية ومنية الدب ونتيجة لكده هيقفل إشعاري الزتي كمل ديتريش وقال للدب إنه كان ممكن يطلب منه يرجع له الخاتم بدل القتال ده كله رد عليه الدب إنه هو افتكر إنه هو مش هيرجعه له بس مع ذلك على الرغم إنه هو أزاء إلا إنه هو رجع له الخاتم علشان كده هو هيكون مسؤول عن إصابته ورجع له الدب الخاتم تاني بص الدب لتتريش المستغرب وفكر إنه هجم على تتريش لإنه هو كان بيفكره بالشخص الشرير والد البنت الزغيرة بس هو حقيقي آسف على سوء الفهم ده واختفت الدب بعد مدى تتريش الخاتم وشارلوت طبعا بص على كل دو مستعجبة وفتكرت إنها نسيت إنه كان في طريقة تانية عشان تتغلب على رئيس الطبق الأول استراتيجية مخفية هي مجربتاش قبل كده لمكان بتلعب اللعبة وفي الحقيقة هو كان فيه طريقتين الأولى إنها تقتل الدب عن طريقة إنها تحرقه وعلشان تنجو هتحتاجي الخاتم والطريقة التانية اللي هي نسيتها إنها تحقق رغبة الدب وبعد ما اختفت الدب دلوقتي قدرت تتريش إنه هو يجمع الأزايد الدهبية التالتة وظهر قدام تتريش سلم بيودي للدور التاني بصيرها تتريش وهو متردد بس اتحكيت له شارلوت وقيت له ما يخافش ويطلع شارلوت فرحت قوي وحسد بالارتياح لأنهم يتغلبوا على العقبة كبيرة جدا ورغم إنهم رايحين من طوابق أصعب بس مع ذلك هي مخططة تستمتع باللحظة دي لأنه قريب قوي في ناس تانية جايين وساعتها ديترش هيخسر نفسه في نفس الوقت ده برى القصر كان جنود المعبد بيتتبعوا قصر ديترش وقسموا نفسهم جزء بيتتبع قصر ديترش وجزء التاني يروح لمقرر إقامة الدوق الأكبر اللي المفروض كان يروح لديترش بس هوما ماشيين في الاتجاه اللي ماشي في ديترش لقوا قرية متضمرة وموتة في كل مكان وقفوا ساعتها الجنود على طول تدوير على ديترش وحاولوا إنهم ينقذوا أي ناجي من القرية دي وما لقوا الساعتها جار طفل واحد بس هو اللي ناجي على الجوب سرعة وقال لهم الطفل وهو بعيط إن القرية هجم عليها 3 قطع طرق قتلهم كلهم نرجع تاني بقى للأصر مجرد ما وسطت شارلوت الدور التاني ظهرت لها رسالة إنها خاركة القواعد وحتتحمل المسئولية مفهمتش شارلوت مسئولية إيه بالزبط اللي هتتحملها كمان ما فيش أي حاجة حصلت بعد الرسالة فطلنشت شارلوت الرسالة لأن عندها مهمة قومية لازم تعملها بسرعة راحت شارلوت وهي مبسوطة لقطة الدب علشان تجمع العناصر بتتكسب بعد الفوز راحت القوضة وهي عارفة هتاخد إيه بالزبط أول حاجة هتاخدها هو خاتم النار اللي اسمه بيعبر عنه هو خاتم بيطلع نار وهتاخد كمان حلق بيطرت لعنة الوحوش المستوها قليل والعناصر دي هتكون مفيدة أول ديترش فاللي هتدور على عناصر وهي مبسوطة جدا بس عدى الوقت ومهما دورت ما راقتش حاجة كل الأدراك فاضية تماما حاطت شارلوت على الأرض وهي مظلومة إنها ما راقتش حاجة لأن ده معناه إن اللعبة ممكن تكون غيرت محتواها بس ما عرفتش شارلوت إنها تحبط لوقت طويل لإن في حاجة مهمة تانية رازم تتعمل راحت شارلوت لقودة ديترش ونادته وهي مبسوطة بس تجاهلها ديترش ومردش عليها في الحقيقة ديترش من ساعة المعركة مع الدب وهو مش بيكلمها خالص وبيتجاهلها تماما وعلى الرغم إن حالته سهيئة وتعبن من ساعة المعركة دي إلا إنه بيعالج نفسه على طول عشان هي ما تقرفش منه خالص بس طبعا ده مش على شارلوت هتخليه يكلمها يعني هتخليه يكلمها سألته شارلوت هوا أنت هتفضل لحد إمتى بتتجاهلني كده إنت كنت بتكذب علي لما قلت إنك بتصق فيها وطبعا ديترش الغالبان ويافة فخها ورد عليها بعصبية إنها هي اللي كتبت عليه من الأول أعتعته شارلوت وطلبت منه إن هو يساعدها شك ديترش وقال لها إيه الخض على مندبرها للمراضي بس كنت شارلوت وقالت له هوا أنت ما تقدرش تساعدني أرجوك أنا مقدرش أعمل ده لوحدي أنا حقيقي محتاجك بصلها كولة الشعر وهم استغرب من تمثلها ويعيني ديترش الغالبان رغم إنه عارف إنه هو ما بيجيش من وراها خير إلا إنه هو وقف فخها ووقف إنه هو يروح معيها ماشي تشارلوت قدامه وطلعت لسانها وقالت نفسها أنت أحمق صحيح وديترش حاس إنه هو أحمق حقيقي لأن المهمة الصعبة اللي كانت محتاجة فيها هي إنه هو يشلها سنديل الأكل ويحطها في القضة اللي هي عايزيها ردت عليه شارلوت باستفزاز إنها مش قايت له إنها حاجة مش هتعرف تعملها لوحدها نهت ديترش وجاي يخرج من القوضة مسكت شارلوت ودوم وقايت له إن ما كان الأكل ده سر بينهم هما اللي اتنين بس يعني ما يقولش لحده أبدا استغرق ديترش وقال لها إنه فيش حتى غيرهم في القصر ده كله أساسا وسألها بشك أنت بتخبع علي إيه المراضي بس لما ردت شارلوت خرج ديترش بصت شارلوت على الأكل وهي بتفكر إنها كده أمنت نفسها وديترش وجورة الشعر إنه في الواقع من بعد موت الدب الأكل مش بتجدد في القصر آه فيه أكل في الدوري التاني بس على عكس الدوري الأول الأبواب مش بتتفتح بتتفتح بس لما بيرن الجراز وكل قوضة فيها فخخ بالهبل ورغم إنها بتحاول تقول لديترش على الفخخ دي إلا إنه مش بيصدقها وبيطنشها فقررت شارلوت إنها تسيبها منه كده كده لو تأذى أو وصل لحاجة هيظهر لها رسالة وفعلا شوية وظهر لها رسالة إنه ديترش لقى ورقة من مذكرات اس فرحت له شارلوت بسرعة المذكرة المراضي بتحكي إنه لما البنت الصغيرة وصلت للسنة للاربعتاشر سنة دهر رسامين عشان يرسموا لها صورة كل الرسامين اللي جم طلبوا منها إنها تبتسم لإنها كانت مدهية قوي فردت عنهم البنت إنها مش عايز تتحك ما فيش حاجة متحكة فتتحك ليه سمع ذلك ما ينفعش يرفضوا يرسموا لها صورة لإن المالك بنفسه هو اللي أمرهم يرسموا صورة مبينة الجنب الجميل لها توطر الرسامين ومعرفوش يعملوا إيه لحد ما قال واحد منهم إنه نحل الوحيد إنه هم يخلوها تتحك دهش بقيت الرسامين من كلام الرسام المفاجئ ده حتى المالك بابوها بنفسه اتعصب لدرجة إن التجعيد ظهرت على وشه بس البنت كانت هي الوحيدة اللي بن عليها الاهتمام وسألته هو اسمه إيه ووقفت هنا المذكرات وخلصت وظهرت مجموعة ورق تانية اللعبة بازل جات شارلوت لديترش وراقته مش عارف يحل اللغز وطبعا شارلوت كانت حلت اللغز قبل كده لما لعبت اللعبة قربت منه شارلوت وسألته لو عايز مساعدة بس مردش عليها وجاهلها بس عربت منه شارلوت أكتر وديته تنميح وساعتها عارف ديترش إن هو يحل اللغز ومجرد ما تحل اللغز يتفتح صندوق كان موجود جنب الرسالة جاي ديترش يحط إيده في الصندوق بس يشكه وبوصلها وقال لها هو ده كمان فخ بس مرحيش ديترش إن هو يكمل الجملة لأن فجأة أغمى على شارلوت وظهرت لشارلوت رسالة مكتوب فيها تبدأ حكاية شارلوت الخيالية حلمت شارلوت بمكتطفات اللي حصل بس اللي حصل ده ما ظهرش في المذكرات ظهرت البنت وهي قاعدة وسألت الرسام اسمه إيه قاعد الرسام قدامها لرقبته وجاوبها إن اسمه بليك البنت قاقت مهتمة بالرسام بس اهتمامها ده ما كانش إيجابي خالص كنت متضايقة من غدرصة الفنان وسقطه الزايدة بنفسه وقررت إنها تعلمه درس سألته البنت إس كان يقدر يدحكها جاوب بالرسام إن هو يقدر قايت له بتحدي تمام يلا قولي زي حد دحكني بس يعرف إنك إنت لو ما دحكتنيش هتتعاقب بوقفت المكتطفات هنا في الوقت ده فضلت ديترش اللي جري على شارلوت اللي أغم عليها يهزها ويحاول يوفوقها بأي شكل كان قلقان عليها جدا أول ما فقت شارلوت قال لها ديترش بصبية أنت مجنونة ليه أغم عليكي فجأة كده طبعا عرفنا هنا كده إن ديترش لما بيلا رومانسيته بتبقى في الضيعة شارلوت كانت مصدعة جدا وردت عليه وهي مش واخدة بالها ياريت تخلص من وجهك سهيء الحظ ده انتهج ديترش من كلامها وقال لها وجهي سهيء الحظ أخذت شارلوت بالها من اللي قالت وقيت له بسرعة أنا قصد إن الوسيم دايما حظه وحش تفهمنيش غلط يعني بصلها ديترش بطريقة غريبة أكتر لما قالت كده وقيتش عارفة تقوله إيه بالضبط قام ديترش وقال لها إنها انتها حق عموما ما دام هي بخير هو حيمشي وياريت بقى ما يتقابلوش تاني قيت له شارلوت هو متعة تتكلم كده تاني هو مش انت لسه واخد مساعدة مني تعصب ديترش وقال لها إنت طلبت منك مساعدة أساسا عموما هو مش فاهم هي عايزة تساعده ولا تقتله وهو أحمق كفاية درجة إن حمقته دي مش مخليها يهجم عليها أو يتخلص منها بس مع ذلك هو مش ضامن المدة اللي حيفضل فيها كده عشان كده ياريت ما يشوفوش بعض تاني ومش هديترش وسبها نهادة شارلوت لإنها بصراحة كايت متوقعة ده يحصل بس على كل بعد ما لعملوا ذكرات واحدة واحدة للقوض هتفتح له وهم الاتنين مش هيكونوا قدامة محلة غير إن هم يشوفوا بعض مرة تانية بسطت المطر وكملت إنه كده كده ما فيش مشكلة لو أخدوا الصراحة شوية من بعض بالذات قبل ما ييجوا الضيوف لإنها أكيد هتكون مجهولة جدا لما ييجوا في نفس الوقت ده كان فيه تلاتة بيجروا في المطر هربانين من جنيد المعبد ويطلع التلاتة دول بقى هما قطعت طرق اللي قتلوا أهل القرية وهما بيجروا لقوا القصر ظهر قدامهم وفتقروا إن القصر ده مهجور فقرروا إن هما يستخبوا فيه بس أول ما دخلوا القصر اتفاجوا بدترش نازر على السلم ومعاشة معه اعتذر واحد منهم وقال إن الدنيا مطارت طور الطريق واحتموا في القصر ده إن هما افتقروا من غير مالك بس رهم دترش وهو مصدوم وسألهم انتم فتحتهم من الباب دلوقتي ودخلتم صدمت تلاتة وفيه موش وقيه الموضوع بالزبط تعصب دترش وسألهم هما فتحوا ازاي بس وهو متعصب وبيسألهم لقى شارلوت نازر على السلم وهي لابس ملابس النوم وأنا عامرة وبتقول لهم أهلا بيكم في قصة لعين دنبرغ أنا شارلوت أتمنى يكون المرخص عجبكم استنوني في البارد الجاي مش هتأخر عليكم باي